فيبير ويكير أجي نقول لك، تبغي تسكن في شي ضرب حال هذي؟ مستحيل ياك، هذيك الفرصة دا ما تتفرحش طبيعة الحال، مرتوب مهم، وتلعب جوج ديال الأدوار رأى عليه وقفة الجمالية ديال البطيمة ومن فوق هاتشي عنده دور أساسي في الحماية ديال المبنى ولكن، وش هاتشي مضمون كم مكانة المواد اللي كانستعملوه وكم مكانة الطريقة باش تنضربو المرتوب أجي نشوفو أولا شنو موجود في السوق اواسي دي عندنا الطريقة التقليدية تنخلطوه في هالسيمة ديال 35 مع الرملو الماء وتتوجد في الشنطي النوع الثاني هو المرتوب أندوي فيه مواد عازلة اللي كتزيد في القوة ديالو اللي تتبع في السيكان جايين مخلطين من لوزين وأخيرا المونوكوش حتى هوكي يجي مخلط من لوزين وفيه الألوان وهاتشي حجم جهداع أو تاني ورسوق فيه هو وبخ بخال بخزمة أجي نقار ندابة بتفصيل هالثلاثة الأنواع النقطة الأولى باينة في الطريقة التقليدية تنخلطوه في الشنطي مكين إذا حتى وسيل المراقبة الجودة وفيه الظروف ميمكنش الضمن أنك قاعد التخليطات سيخرجوا بحال بحال تقدر قاعد تكون كل واحدة جيب لي هارملة من جهة وتيخدموه على فرصادة واحدة وذيك الساعة مع الوقت يقدر يبانوا شقوق في الملاقيات ولا يبان فرق في اللون وخات صبغوك هذه المشاكل كاملة تقدرون تجنبوهم للمواد تتخلط بطريقة صناعية وتحت المراقبة ثانيا المرتوب التقليدية لا تتحمل الماء مع ذلك ضربت له شي صبغة مضادة الماء سواء الليميديتة الجو أو المدية الشتاء سيقدر يختار الكوش المرتوب هذا الشيء يجعل المرتوب تشقق وتبدأ الصبغة تقشر نقطة أخرى مهمة في الحالة المونوكوش تنحل القضية الحماية والديكور في عملية واحدة حتى يوفر لك الاختيار ما بين عدد كبير للألوان اللي موجودة ومضبوطة من الوزين وهذا الشيء لا يوجد في الأنواع الآخرين اللي ضروري ما تسبغ الفرصادة ومور ما تضرب المرتوب إلا بغيتي شي لون رد بالك من شي صناعية سيقولون لك سنخلط شي غبرة مع الساك الهيدروفيج في الشنطي و سنجعل اللون اللي بغيتي المشكيل هو أنه باش لغبرة تتخلط مزيان ضروري من الماكينات بحال اللي كيني في الوزين وإلا خلطت البرودوي بشي طريقة أخرى ما أمر اللون ما يخرج لك واحد ومقاد في الفرصادة كاملة آخر نقطة متعلقة بالصحة ديال البرودوي وتتخص واحد المسألة يسميه التقنيين مقاومة الصحق صور داب البطيمة ديالك لصق على واحد الشنطي في الحفير ولا على شي أرض مبنياش وصبت شي شتا صحيحا نيت الحيوط ديالك غد يتحركوه وخما تبليك غير بالميكروسكوب من واحد الناحية ما كينش من الشخاف هذا الشي ما تؤثر لا على الساس لا على السواري ولكن للأسف هذا الشي كافي باش يخلق واحد جبيد والشدان في قلب المرطوب والمرطوب اللوي اللي غادي لاشي هو ديال الطريقة التقليدية حيث المقاومة ديالو ضعيفة وإلا بقوا هاد الحركات ضعيفة غيجيو واحد الوقت حتى الهيدروفيج غيبدي تشقق المونوكوش بحال وابخ بخال بخيزما بوحدو اللي غادي بقشد تماما وابخ بخال بخيزما تياخد القوة ديالو من اللي فيبر ديال الجاج اللي فيه بمقاومة ما كينش بحالها او قولي يا عيتي من المشاكيل للفرصادات اللي ما كتساليش؟ ما كين غير وابخ بخال بخيزما اللي غادي يهنيك منها وفوق منها تشيرك دابا عارف علاش فيبر ويكير